السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلقة جديدة في كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة وما زلنا في الحديث التاسح حديث وفد عبد القيس ولأننا في الحديث السابع حديث وفد عبد القيس ولأننا ذكرنا هذا الحديث في عدة حلقات نقرأ متن الحديث مرة أخرى حتى نذكركم يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمص ونهاهم عن أربع الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم هذا متن الحديث ووقفنا في الوجه الخامس والثلاثين الذي يعلق فيه سيدنا أبي جمر على هذا الحديث يقول قد اختلف العلماء في ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحج هنا فمن قائل يقول إنما سكعت عن الحج لعلم الناس به من كثرة شهرته وهذا الكلام ليس بجيد لأنه يلزم على ذلك ألا يذكر الصلاة من باب أولى والصلاة من أشهر تتكرر في يوم خمس مرات وذلك أعظم ما يكون من الشهرة والحج إنه ممر في السنة بل ممر في العمر للمستطيع فقد لا يعرف ولا يعهد سيما أول الإسلام ومن قائل يقول إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض بعد وهذا لبأس به يعني ده هو الراجح لكن بقي علي شيء وهو أن هذا الوفد قد اختلف في قدومه فقيل كان قدومه سنة خمس وقيلت سنة سبع وقيل سنة تسع فعلى القول بأن قدومه سنة خمس أو سبع فهذا التوجيه صحيح لأن الحج لم يكن فرض بعد وعلى القول بأن قدومه كانت سنة تسع فيبطل التوجيه بذلك مرة أخرى طب مو الحج ما اسكول في صورة البكرة صورة البكرة نزلت في العام الثاني من الهجرة آيب من سورة البكرة ما نزلتش كاملة نزل منها أجزاء وفدل ينزل منها أجزاء 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 على مدى عشر سنوات حتى كاملت درجة أن آخر آية نزلت من القرآن وحيا وانقطع الوحي بعدها هي الآية التي قبل آية الدين في سورة البكرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يجبونه علشان ما يجيش في بالك يقول إزاي هم يجبون سنة خمس وانت بتقول إن الحج لم يفرد في حين إنه فورد في صورة البكرة صورة البكرة نزلت في إيه في العام الثاني يقول لك إنها نزلت على مراحل على أجزاء على مدى عشر سنوات حتى واضح وبالتالي الراجح إن الحج لم يفرد بعد لأن من شروط الحج على فكرة أن يكون الإنسان مستطيع ومن شروط الاستطاع أمن الطريق وطالما النبي سلسان كان لا يأمن الطريق لأن كان لسه فيه منوشات بينه بين قريش وحروب وغيره فإيه وبالتالي كان إيه كان يتصور فعلاً الحج لم يفرد بعد فورد الحج بقى إيه لما أمن الطريق وفتحة مكة يبقى سعيتها بقى يفرد الحج لأن أمن الطريق ونتهينا ومكة كمان بعد الفتح ما بقاش فيه أصنام حوالين الكعبة ده الكعبة فضلت لحد فتح مكة فيها تلتمية وستين صنم حوالين الكعبة حاجة غريبة يعني وشوف أصبر النبي صلى الله سلم يقعد 13 سنة يصلي إلى الكعبة وفيها الأصنام يبقى إيه الإنسان إيه عليه أنه لا يستنب بالواقع يحطمه ولكن إيه يعدل الواقع بالهوينة شوية شوية لما حطم الأصنام الأول في قلوبهم حطمها في الواقع واضح إنما لو حطمها هو في الواقع ولسه في قلوبهم تعظيم الأصنام هيجبه برد للصنام صنمين ويبقى حتيبقى الحكاية مش هي المسألة فلازم تتعلم حكمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في تربية الناس وكيف أنه أدار الواقع من واقع كل شرك وجهلية إلى واقع كل إيمان وإحسان وعلم ونور على مدى 23 سنة تدريجية وبيقول ويظهر لي في هذا أنه إن كان القدوم سنة خمسة أو سبع فالتوجيه ما قاله هذا القائل من أن الحج لم يكن فرد بعد وأنا قلت لك علة عدم فرديته عدم أمن الطريق واضح ووجود الأصنام حولين الكعب ووجود كفار مختلطين بالمسلمين في موسم الحج واضح وإن كان قدومه سنة تسع فالتوجيه الذي لخفاء فيه هو أنه إنما سكت عن الحج لأن الله عز وجل لم يفرده إلا مع الاستطاعة وهؤلاء ليس لهم استطاعة لأن العدو قد حال بينهم وبين البيت وهم كفار مدر فكيف يذكر لهم الحج وهم قد نصوا له أولا على العلة التي هي موجبة لسقوطه عنهم فأكون تكليف ما لا يطاق وذلك ممنوع في هذه الشريعة السمحة وبعدين على فكرة هذا التوجيه برضو إيه مش كويس ليه لأنهم بيقولوا إن إحنا بينا وبينك كفار مدر وما بدنا نرش نجيلك إلا في الأشهر الحروم ومعروف إن أشهر الحج حروم برضو صح ولا لا؟ إذا هذا التوجيه إيه لا يقبل لأن إحنا عندنا ثلاث شهر حروم إلي هي شهر الحج إلي هي إيه ذو القاعدة وذو الحجة ومحرم وراء بعض وبعدين رجب اللي بيسموه رجب مدر اللي كانوا بيعملوا في عمره واضح؟ يبقى هم بيجوء يقشروا الحروم يبقى ما فيهاش قتال يبقى أمنوا الطريق يبقى العلة مش هبسألت أمن الطريق فقط إن لسه إيه غير أمن الطريق وجود الأصنام في مكة واختلاط الكفار مع المسلمين في موسم الحج خصوصا إن كثير من إيه من الكفار كانوا بيطوفوا بالبيت عراية واخد بالك ويصفروا ويغتبلوا ويعملوا لدرجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم المفور ده الحج بعد سيدنا أبي بكر في العام التاسع قبل ما يحجهوا عشان يعلن للناس لا يطوفوا بالبيت عريان وما يجيش بعد كده مشرك بيمهد للحبيب صلى الله عليه وسلم عشان يجي بعد سنة يحج يحج بقى مسلمين خلص ما فيش معهم مختلط مسلمين مستورين العورة ما فيش حد يطوف بالبيت عريان ولا يسفق ولا يصفر والكلام اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية فهمت بقى؟ لكن على أي حد أنا هقول لك حاجة هو الحقيقة إن إيه وفد عبدالقيس جاء للنبي أولا قبل فتح مكة قيل في العام الخامس أو السادس أو السابع ثم جاءوا بعد ذلك مرة أخرى في عام الوفود في العام التاسع واضح؟ وعلش كده دي كانت الزيارة الأولى له ثم قال بعد ذلك في الوجه السادس والثلاثين في هذا دليل على أن يخبر كل إنسان بما هو واجب عليه في وقته يبقى أنت تخبر كل إنسان بما هو واجب عليه أنت جايلك راجل فقير ورث الهيئة وعايز يقول لك إيه اللي مطلوب بني علشان ربنا يدخلني الجنة بتقعد أنت تشرح له الزكا طب الزكا دي للأغنية يا بني بتقعد تشرح له الحج الحج ده للأغنية يا بني ده راجل شكله رث الهيئة تشرح له زي يصلي إزاي يبقى أخلاقه حلوة إزاي يبقى صادق إزاي يبقى حريص على الطعام الحلال هو ده اللي يفيده فهمت؟ يجي لك راجل بقى شوف بندر التجار وعايز يقول لك إيه الأوامر اللي هي تدخلني الجنة آه تعلموا بقى التجارة والمعاملات ويبقى عن الربا لأنه محتاجها يبقى إيه لازم تراعي حال السائل وتدي له الحاجة المناسبة لي فيهمت إزاي؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فرض على كل مسلم يعني إيه؟ يعني كل علم يؤدي إلى العبادتك الصحيحة فرض عليك ففردت عليك الصلاة واجب عليك أن تتعلم جاءت إنت بعد كده ربنا أكرمك في يوم الأيام وجات لك تأشرت الحج وبقيت مستطيع واجب عليك أن تتعلم الحج هنا وبعدين كنت في الأول فقير وبديت تتاجر وبقيت تحوش وبقى لك رصيد في البنك واجب عليك هنا تتعلم إزاك وإزا يطلح طيب جاء عليك وقت وحبيت تتزوج واجب عليك تتعلم أحكام الزواج وواجبات الزوج نحو زوجته قبل ما تتجوز وخلاص في ناس للأسف عايز تتجوز عشان الغريزة بس وخلاص وما يعرفش أحكام الزوج يوم يتجوّق يتزوج يعمل زوجته معاملة سيئة وأخلاقه غير طيبة فينتهي بالتالي الزواج إلى فشل يبقى إيه أنت ما تتعلمش من الدين إلا الحاجة لما ييجي وقتها عايز تتزوج اتعلم الزواج عايز تطلق ما تطلقش بسرعة تعلم الأول أنا لو طلقت إيه اللي حينبني عليه إيه الواجبات اللي علي إيه النفقات اللي حتلزمني عشان توزن نفسك ما يمكن إما تعرف إن عليك واجبات كتيرة بعد الطلق ثم أنا مش هطلق ده كده فيها غرامة فهمت بقى هو اوعى إيه تبقى إيه أفعالك ردود فعل املك نفسك عند الغضب ما تاخدش قرار عند الغضب وبعد كده تعلم على الحاجة اللي أنت عايز تقرع فيها قررت الزواج تعلم زواج تقرر طلق مفيش مشكلة بس تتعلم الطلق إزاي وتعلم إيه الواجبات اللي حينبني عليه علشان تبقى راجل إيه عشان كده كانوا يقولك إيه الفكر قبل العمل لازم تفكر وبعد كده تتعلم وبعدين تعمل لازم ترتيب كده إنما تعمل وبعدين تقول أخ يا ريتني ما كدت عملت تبقى أنتك إيه عبادة الأخ دي مش عايزنا عشان تقول النهار تقول أخ يا ريتني ما كدت عملت فما فيش دعي للندم الندم يأتي من التصرع ومن الفعل قبل العمل ومن الانفعال مع الغضب وأخذ قرارات وأنت غضبهم كل دا ينبني عليه بعد كده ندم كتير وحصرة كثيرة في الدنيا قبل الآخر كمان فنكمل إن شاء الله في الفاصل القادم هذا الحديث المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا مرة أخرى نكمل هذا الحديث المبارك حديث وفد عبد القيس وهو الحديث السابع في كتاب بهجة النفوس وتحليه يقول في الواجه السابع والثلاثون لقائل أن يقول قد قال أولا فأمرهم بأربعة ثم أتى في التفسير بخمس وإحنا دي شرحناها في الحلقة السابقة إنه ما عدش الإيمان بالله وشهادة الله إله إلا أن محمد رسول الله لم يعدها لأنها اعتقاد وليست أفعال فهو أمرهم بأربع يعني يفعلوا أربعة أشياء وبدأ بالاعتقاد لأنه أساس لقبول هذه الأعمال وبالتالي يبقى ما تعدش الإيمان بالله وشهادة الله إله إلا أنه من الأربع ده ده تمهيد ثم؟ وبالتالي وأمرهم بالأربع اللي هي ما بعد هذه الشهادة واضح؟ وقعد لنا قعدة شرعية مهمة إن الإنسان لابد أن يحسن اعتقاده قبل العمل وأن حسن الاعتقاد سبب لقبول العمل فلو إنسان عنده إيه يعني بعض الشبهات متعلقة بالألوهيات بعض الشبهات متعلقة بالنبوات بعض الشبهات متعلقة بالقضاء والقدر أو بالملائكة أو بالكتب المنزلة لو عنده شبهة في هذا يعني نادرا ما يقبل منه عمل فهمت الزاويل؟ بالتالي لابد أن تصفي اعتقادك من كل شبهة أولا حتى يصح منك عملك لكن للأسف احنا بنجد كثير من المسلمين الآن يعني إيه؟ بيعبد ربنا ويكتهد في العبادة لكن اعتقاده في الله ما لا يليق يشبه الله بخلقه وينسب لله الجوارح بس يقولك بلا كيف وينسب لله حركة والسكون حركة بذاته والانتقال ويقولك ينزل نزول حقيقي ويقولك أصف فيه وكما وصف نفسه وصف أنه لي يد يبقى لي لاد لكن ليست كأيدينا عارفين أنتوا النوعية دي دول عندهم شوائب في اعتقادهم تجاه الله ثم شوائب في اعتقادهم في اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو رسول كسائر الرسل هو مش كسائر الرسل لا ده هو رسول الرسل ده هو الرحمة للعالمين ده هو اللي بان بيت النبوة ده هو أول من نبئه من بني آدم قبل خلق آدم يبقى هم مش عارفين النبي على الوجه الكامل ثم يقول بعد ذلك أنه بعد وفاته لجهلة وأن التوسل به بعد وفاته الشرك وأن شد الرحل زيارة القبر والشريف حرام وبعدين يقول أنه أبو النبي وأمو النبي في النار ها هذه الشوائب المتعلقة بالنبوات تحول بينه وبين قبول عمله أو الترقي بالعمل واخد بالك وفي ناس برضو بيعتقدوا أن الملائكة هي نوازع الخير في الإنسان وأن الجن هي نوازع الشر في الإنسان لكن ما فيش مخلوقات اسمها ملائكة ومخلوقات إنسانة بعض الفلاسفة قالوا كده وفي بعض المثقفين بيعتقد هذا وبعد كده يجي يعبد ربنا مش هتقبل منه عبادته لأنه عنده خلل كبير في ناس كتير عندهم خلل في القضاء والقدر كل ما يحصل له مصيبة ولا يحصل له حاجة يكرهها أصل فلان حسدني وفلان سحارني وإن الناس بتدبر هو ما يعرفش أن قدر الله هو اللي نافد ويبتالي لابد أنك أنت تصحح اعتقادك في القضاء والقدر فتعلم أن كل أمر في الدنيا بقدر الله وبإذن الله وأنه لا يضرك مخلوق إلا إذا أزن الله لك بالضرر ولا ينفعك مخلوق إلا إذا أزن الله لك بالنفع وأن السحر مهما كان ساحرا لا ينفذ سحر إلا إذا وافق قدر الله فيك واضح وبالتالي لازم إيه تخرج بقى من سوء الاعتقاد في الألوهيات وفي النبوات وفي الرسالات وكذلك في القضاء والقدر ساعتها لما يزول هذه الشبوات من قلبك أقل عمل تعمله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فيه الأجل العظيم لكن فيه ناس بتعبد رباه والله لو عبد يترباه في بطن الكعبة وهو في اعتقاد سيء تجاه الأنبياء واتجاه المسلمين وبيسيء الظن في المسلمين أمة النبي فيها كفار وفيها مشركين هيهاتة أن يخرج منهم ولي وهيهاتة أن تنبت الحكمة في قلوبه بسبب إيه؟ سوء الاعتقاد وعشان كده النبي سيء يقعد لنا قاعدة مهمة أنه هو حسن اعتقادهم أولا ثم أمرهم بالأعمال ثانيا وبالتالي لازم نعرف هذه القاعدة الشرائية المهمة وأن الاعتقاد لا بد منه لصحة الأعمال ولقبول الأعمال ولثمرة العمل في الدنيا قبل الأخير ثم بعد ذلك قال في الوجه التاسع والثلاثين في هذا دليل على أنه يبدأ أولا بالفرائد يبدأ يعلمهم بالفرائد ما يعلمهمش سنن ولا مستحبات اعمل الفرد الأول ما تقرب عبدي بشيء أحب إليه إيه؟ مما افترضته عليه فالنبي سيصنب يعلمنا الأولويات إن كنت تعمل الفرد الأول بعد ما تعمل الفرد وتتكنه اسأل بقى فين السنن وفين المستحبات وفين الآداب وحتى لا تنشغل بمستحب وسنة عن فريدة يقول واحد يقول لك مساء الله يقعد يقرأ قرآن والدهر بيدا ويقول لك أما خلص بس وردي من القرآن أبقى صلي الظهر وبعرف في الآخر العصر ييدا وإسا ما صليش الظهر بس لك أن ورده في قرآن كتير ما شاء الله ده ده عبد جاهل فهمت بقى إزاي؟ لابد إنه هو زي بالزبط يجيله رمضان يقول لك أنا بقى مش حصوم في رمضان ده عشان الصيام بيضعفني ورمضان ده الأعمال فيها إيه سوابة كتير أنا حتعبت كتير وأصلي كتير وأزكي كتير بس مش حصوم عشان بضعف أو ده يبقى جاهل جاهل أفضل عبادة في رمضان الصيام وأفضل عبادة عند دخول الوقت يا أداء الصلاة وأفضل عبادة في عملك هو إتقن العمل وأفضل عبادة في سعيك الحرص على الرزق الحلال وهكذا يبقى كل وقت لو العبادة المطلوبة الواجبة اللي ربنا حيسألك عنها بعد كده بقى لما توفى الفرد إيه بقى يعمل بعد ذلك النوافل والمستحبات فده مهم جدا الأولويات ثم قال فيه دليل على أن أفضل العلوم علم الكتاب والسنة لا شك كتابها لأن كل علم شرفه باعتبار مصدره فإذا كان الكتاب والسنة مصدرها الوحي الإلهي يبقى ما فيش أشرف منها ثم إن الكتاب والسنة حددلك على كل علم مفيد بعد كده فهمت؟ حيددلك على أي علم يفيد البشرية لأن الخلق عيال الله وأقربهم إلي أحبهم إلي أنفعهم لعيالي فكلما تعلمت علم نافع للبشرية وللناس تبقى أنت قريب من الله بس إيه قريب من الله إذا كنت عارف الله لابد أن تبقى مؤمن بالله وبرسله ومؤمن باليوم الآخر وبالحساب وهكذا ثم بعد ذلك قالوا ونهاهم عن أربع الحنتم والدباء والنقير لأنهم سألوا عن الأشربة يشربوا إيه وما يشربوش إيه ويشربوا إيه العجيب يا أخي بيسألوا النبي إحنا نشرب إيه يوم يقول لهم إيه أنا بنهاكم عن الأوعية دي لأن المشروبات كتير قوي لكن الأوعية دي بالذات لو حطوا فيها شربهم حيسرع فيه التخمر فيقوم إيه تضيع مليت فأم إيه نهاهم عن أواني معينة ما يستعملوهاش وعلى أساس إن إيه إن الأواني المنهي عنها محصورة والمشروب المباح كثير غير محصور ونهاهم عن أربع الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير دي أنواع آنية كانت بتستعمل في جزيرة العرب في عصر النبي ساسل والعجيب إن هذه الآنية كانت نادرا ما تستعمل في المدينة وفي مكة اللي المدن اللي النبي عاش فيها وكانت كثيرا ما تستعمل في بلدهم عند البحرين موافد عبدالقيس ده جاي من البحرين والنبي ساسل ما رحش البحرين يقوم يخبرهم بآنية يستعملونها في بلادهم دون أن يذهب إليهم ليبين من خلال إجابته أنه يوحى إليه وأنه يعلم الغيوب شوف سيدنا عيسى مش كان ضمن معجزاته يجي له حد يوم يقول له أنت محوش في بيتك في الحتة الفلانية كذا أو النبي ساسل ما أوتي مثل ما أوتي كل الأنبياء وزاد عليه موفاق صلى الله عليه وسلم فأينا برضو أخبارهم بأنواع آنية ما كانتش معلومة ومشهورة في الحجاز المنطقة اللي عاش فيها النبي ساسل لكن مشهورة في أطراف الحجاز وأطراف الجزيرة فقال لهم إيه أنهاكم عن أربع اللي هي الحنتم والحنتم اختلفوا فيه معنى إيه قيل أن هي جرار خضراء وقيل أنها لونها أحمر وأنها كالزجاج يعني ملساء يعني ملهاش مسام وأنها متسعة الباطن ضيقة الفوهة وقيل أنها أيضا كانت جرار توضع فيها الخمور وكانت متسعة الباطن ضيقة الفوهة وفيها زي حنفية كده إيه أسفل منها وكانت تجلب إليهم فيها الخمور ده يسموها إيه الحنتم ودي النبي نهاهم عنها ليه لأنها أولا هي جرار واسعة وضيقة الفوهة يبقى معنى التهوية فيها قليلة ولو حطيت أنت بيئة حرة طمر في شوية مية أو زبيب في شوية مية وقفلت عليه والشمس ضربة فيها والتهوية فيها قليلة حيحصل تخمر بلغة المسلمين يقول لك هتحمد تحمد يعني إيه تتخمر وإحنا منهي عن المسلمين منهي أنهم يشربوا الخمر فالنبي نهاهم عن مثل هذه الأنية لسرعة التخمر فيها حتى لا تضيع مالية ما وضعوه فيها لأن لو تخمرها رح يردوها ويعملوا إيه يرموها ولما يرموها ضاعت ماليتها فالنبي قال لهم إيه ما تنبزوش فيها احتياطا مخافة أن تشربوا مسكر فده معنى الحنتم الذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم ونكمل بقية أنواع الآنية إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته